اليوم سوف نرى كيف يمكنك أن تتحدث عن شققتك أو منزلك تريد أن تقول أنا أعيش في مثلا أنا أعيش في شقة أو أنا أعيش في منزل تستخدم الفعل فونن معنى هاش يعيش إش فونن إن لماذا؟ لأننا هنا لا نصف تغيير مكان أنا أقول أين أعيش يعني لا توجد حركة لا يوجد تغيير مكان أنا لا أغير مكاني أنا أصف أين أعيش أنا أعيش في شقة إش فونن إن أين فونن دي فونن هي الشقة لماذا عندنا أين أداة تنكير أين لأن عندنا الضاطف وعندنا الاسم بأداة تعريف دي يعني مؤنت أنا أعيش في منزل إش فونن إن أين هاوس عندنا أداة تنكير أين لأن عندنا الاسم بأداة تعريف داس اسم محايد داس تكون أداة تنكير هي أين في الضاطف الآن سوف نقوم بوصف شقتنا أو منزلنا شقتنا أريد أن أصف شقتنا أنها نظيفة زوبة زوبة يعني نظيف عندما تصف شيئا ما أنه نظيف أم زغوفون الآن أريد أن أصف شقتنا أنها نظيفة هيل عندما تصف شيئا ما أنه نظيف هيل أم زغوفون إست هيل شقتنا نظيفة أم زغوفون إست هيل كيف نقول منزلنا أنزا هاوست يعني منزلنا أنزا هاوست نريد أن نقول منزلنا جديد ناي عندما تصف شيئا ما أنه جديد ناي أنزا هاوست إست ناي منزلنا جديد والآن أريد أن أقول منزلنا مودلين دونكل عندما نصف شيئا ما أنه مودلين دونكل أنزا هاوست إست ناي منزلنا مودلين أنزا هاوست إست ناي الآن نريد أن نقول في شقتنا أو في منزلنا يوجد في شقتنا يوجد في شقتنا يوجد إن أنزا هاوست يعني في شقتنا يوجد تستخدمها عندما تريد أن تعبر أنه شيء ما موجود هناك موجود دير أفتسوك هو المسعد دير أفتسوك نريد أن نقول في شقتنا يوجد مسعد في شقتنا يوجد غرفة جلوس كبيرة غرفة الجلوس Das Wohnzimmer Das Wohnzimmer غرفة جلوس كبيرة Ein großes Wohnzimmer In unserer Wohnung gibt es Ein großes Wohnzimmer في شقتنا يوجد غرفتين نوم غرفت أن نوم Das schlaftzimmer Das schlaftzimmer Schlaf أتي من الفعل schlafen يعني نامي نامي In unserer Wohnung gibt es zwei schlaftzimmer في شقتنا في شقتنا يوجد غرفتين نوم في شقتنا توجد شرفة شرفة دير بالكون دير بالكون In unserer Wohnung gibt es einen balkon يعني في شقتنا توجد شرفة في شقتنا توجد غرفة عمل Das arbeitzimmer غرفة العمل Das arbeitzimmer In unserer Wohnung gibt es ein arbeitzimmer والآن أريد أن أقول في منزلنا يوجد In unserem Haus gibt es وتكمل في منزلنا توجد غرفة طعام Das arbeitzimmer هي غرفة الطعام Das arbeitzimmer In unserem Haus gibt es ein arbeitzimmer في منزلنا توجد غرفة طعام في منزلنا يوجد حمام واسع أو فسيح جرائمش يعني فسيح أو واسع جرائمش Das badzimmer هو الحمام Das badzimmer In unserem Haus gibt es ein جرائمiges badzimmer في منزلنا يوجد حمام واسع أو فسيح Die garage هو المرآب Die garage In unserem Haus gibt es eine garage يعني في منزلنا يوجد مرآب الآن أريد أن أقول في منزلنا توجد نوافد كثيرة Das fenster هي النافذة Das fenster وتبقى نفسها في الجمع Die fenster هم النوافد In unserem Haus gibt es viele fenster يعني في منزلنا توجد نوافد كثيرة أو عديدة في منزلنا توجد حديقة جميلة Der Garten هي الحديقة In unserem Haus gibt es einen schönen Garten عندنا الصفة شön تنتهي ب E-N عندما تكون عندنا أداء تنكير E-N نضيف للصفة E-N تذكرها ب نهاية أداء تنكير E-N تنتهي ب E-N أضيف كذلك للصفة E-N الآن نريد أن نقول شقتي مثلا في الطابق الأرضي أو الطابق الأول أو الثاني Das Erdgeschoss هو الطابق الأرضي Das Erdgeschoss Im Erdgeschoss في الطابق الأرضي Im Erdgeschoss Mein Wohnung ist im Erdgeschoss شقتي في الطابق الأرضي Im Ersten يعني في الطابق الأول Der Stock هو الطابق Erd تعني أول Mein Wohnung ist im Ersten Stock يعني شقتي في الطابق الأول Im Zweiten Stock في الطابق الثاني Im Zweiten Stock Mein Wohnung ist im Zweiten sehr groß sehr groß ist Vond Vond Simmer كذا يعني منزلنا فيه أيضا أو يحتوي أيضا على قبو كبير